ازايكم ياهز هنقولها معاكم مستر محمد جلال وانه هده نبدأ بنحل مع بعض تست انت شابتر 1 من يونت 2 مع بعض كده علشان نبدأ فعلا نراجع على كام تريكات اللي كانت موجودة معانا في الشابتر ده ونشوف مع بعض اسئلة ممكن تجيلنا عاملة ازاي بيرينا ايه مستر في اول سؤال افقى باضي ستات سموشن فرم رست احنا عارفين لو الو بدأ فرم رستي بقى الفي انشل كل حد شعبت بكام بزيرو وماشي وياشي وز يونفورم اكسريش معانا وقل لي ماشي بيونفورم اكسريش لاني بيديني سماحية استغني القermину الى الو في فاينر بلس في انشل على التو إن استيت لاين فعاوز الافراج فلوسي بكام تبص ما الافراج فلوسي كده بيسوي ايه مستر بيسوي مني الفاينر بلس في انشل على التو صح البينشل انا عايفين ياكامي مستر بزيرو فيبقى الـ average بيساوي v-final على 2 الفكرة يا مستر مش هلالي وراء واحدة فيها من v-average v-final فيا مستر لازم نقوح نجيب v-final اجيبها ازاي من المثلث بتاعي الجميل اللي هو كان accession equal change in velocity على الـ time هو من هنا يا مستر change in velocity كان بتساوي يا مستر change in velocity كان بتساوي accession في time طيب والchange in velocity دي في حد ذاتها مش بيساوي v-final minus v-final equal كده اي في تي اني انا فكيت change in velocity بس فكيت change in velocity تبقى v-final minus v-final دي انا عارف change in velocity باخد الصورة النهائية ما الصورة انا بدأت بيه بتساوي ايه مستر ما هو من المثلث من الـ triangle بتاعك change in velocity بتساوي accession في time طيب مش هو اللي ان الـ v-final بيزيلو يا ممكن اشتوب دي كده اني انا عارف عطول بقى من هنا ان الـ v-final بتاعتي بكام بالacceleration في الـ time ينفى مستر عارف بيه هنا اه يا مستر مشان عندي الـ v-final ده بتساوي accession في time اه تبع accession في time على A2 طيب اني واحدة من الاختيار دي تنفع تنفع C تمام كده تمام يا مستر زي الفول ده ما فيش طاية تانية تعال اعمل هلك بطاية تانية كده سريعا بص مع النوة قال لي يا مستر نو ماشي from rest بي uniform acceleration اممكن كده يا مستر اجيب v-final عطول مش accession equal v-final minus v-final على t v-final تبقى يا مستر عطول ان الـ accession بتساوي v-final على t cross multiplication ايه لو ده عملت 1 كده عملت cross multiplication هلاقي ان الـ v-final equal a-t دي حاجة معروفة او مفروغ منه او بلاش cross multiplication بال 1 لو انت عندك الموضوع كده تودي td بالايه بالمالتيبلاي الناحية التانية يبقى معاك الايه الـ v-final لهو مش انت يا مستر بقى معاك الـ v-final اعرف استخدم يا مستر وعاوز من الـ average يبقى الـ average يا مستر بتاعي بيساوي ايه بوستكاشن برضو متتلغبطش ما بينه وبين قديم تعال بينا كده مش انت كده طلعت الـ v-final بتاعتك بكم؟ بالـ a-t صح؟ او عاوز الـ average ما الـ average بيساوي v-final plus v-initial على الـ 2 والقانون دول تلك ما بنستخدمهش غير امتا غير لوانا الـ 8 uniform acceleration هم الدهاني يبقى استخدمه عادي طيب يلا بينا مستر يبقى الـ v-average بيساوي v-final بنشاره نحط يقيمة a-t والـ v-initial هي كام 0 وتحت في 2 يبقى كده مستر v-average تاعتك بيساوي كام a في الـ t على a2 اهيه فاجبت عليك باسلوبين 2 خدها سكرينشوت بقى وبص فيها بتاع معهم كده برضوا مع نفسك في اي وقت إلا بيان ندخل على السؤال اللي بعد The opposite velocity time graph represents the motion of a car moving in a straight line يا ميستر هي car moving in a straight line مالهاش دعو بالفيلوستي يحصل لها إيه طيب هو هنا بقى بيقول لك إيه سوءة point q إيه اللي بيحصل هو طبعا فيلوستي وطايم تيد دي يا ميستر أكسيريش طيب أنا شايف كربي بقى ده non uniform acceleration ماشي بإيه non uniform acceleration هنا ميستر ده طالع بالبوستف هنا هنا عندي بوستيف اكسيريش طب وهنا ميستر هنا ميستر عند الفرطة دي أنا مثلا ميكمل كده بوستف يعني برضو عندي البيان ميستر إيه بوستف البيان ميستر بوستف لعدم ما تيجي هنا مسلا انت هنا مش مش ع impeachment تحدد ولا بوستيف ولا نيكتف لان هنا الاكسيشن بتعديك بيكان بزيلو بأي كده Mister بى يقل الاكسيشن يا ملها يا ميستر بالنيكتف يعني الاكسيشن يا ملها بالنيكتف طيب انا كده خلاص عرفت الجراف تايب الكلم عن ايه تانشوف الاختيارات هل هو عن دي بوينت كيو موفز وزيرو اكسلائشن لأ ده موف بالنجاتيب هل هو ستاتيك لأ يعني بسته الستاتيك معنى هو اتريست ازاي اتريست وفي اكسلائشن اصلا يعني فيه تشينجين فيلوستي موفز وزي ينيفورم فيلوستي لأ مفيش ينيفورم فيلوستي لأنه هو كرد الكرد نون ينيفورم فيلوستي طيب موفز ان ديائشن او بوزت Is To That Motion Of Direction عجلت الPoint B-A ليه مستر او بوزت ديائشن هنا الاكسلائشن كانب بالبوزت وين الاكسلائشن كانب بالنجات يبقى كرد ديائشن بتاعه اتغير وبقى الابوزت عشان كرد اكسلائشن كاني بوزت وبقى تنتج تمام ليه لنوع غيير الدريكشن طيب نبدأ نشوف بكدا السؤال اللي بعد A car moves with an initial velocity مديني v-initial يا مستر Became by 25 meter per second to the north Mesh ya to the north Became يا مستر By v-initial 25 meter per second لو الاكسلش متاعها 3 meter per second to the south خلي بالك هو كده الاكسلشن في opposite direction يبقى ده بالنجيتف فتعمل نجيتف 3 meter per second معنى ان انت عندك الاكسلشن مش في نفس الـ unpredictable الاكسلشن مش في نفس الـ camino يبقى بالـ negative انا كده حددت ان النورسي بتاiley هي البستف ويبقى الساوس بتاiley دائما negative ده نورس وده ساوس وده مستر ايس طبو وده وسن بما اني حددت النورسي بقى بوف absolute يبقى الساوس اكيد ايه؟ negative فهو ماشتو زى نورس بالبوس动 في 25 يبقى الساوس ده عكس الـ direction يا مستر يبقىى بالـ negative فمان هو يقول لي 3 meter per second to the south يعني 3 meter per second في عكس التجاه يبقى laxation عندي بالnegative تبقى negative 3 طيب فعوز يعفل velocity تبقى كام بعد 6 seconds عاوز ال V final بكام طيب انت مش انتعرف laxation equal V final minus V initial على ال time ايو مست laxation بكام ب3 meter per second square يعني بال3 عوض من غير يونسكيل شتاف الديني تبقى ايه اسهل معك 3 عاوز انت ال V final وال V initial بكام يا مستر ب25 وال time ب6 طيب مهن ما تعفش اطلع V final اعرف يا مستر اول حاجة اعمل cross multiplication او اخد 6D واضبع اوديه في الناحية التانية فتبقى عندي يا مستر الناحية دي negative 6 بكام ب negative 18 equal V final minus 25 او عملت يا مستر بكل بساطة لو انت مش عاوز تعمل مش عاوز تعمل ازاي تعمل cross multiplication مش ال 6 دي بالdivide واضبقى الناحية التانية بليه بالmultiply طيب عندي هنا مستر ك-18 equal V final plus minus 25 طيب ال-25 توح الناحية التانية دايما بعكس اشارة توح بليه بالبوستف طيب ال-18 plus 25 تطلع V final دي مستر تعاني اعملها مع بعض كده ككريتور ونشوف negative 18 plus 25 تطلع بكام ب7 يعني V final بتاعي تطلع ب7 meter per second طيب هي مستر تلعت معايا بالبوستف ولا بالنجتيف تلعت معايا الفيلوستي بالبوستف معنى ايه تلعت بالبوستف هي في اتجاه البوستف الليه في اتجاه مين النورس ليه مستر لازم نعرف في اتجاه لان دي فيلوستي مش speed والفيلوستي طبعا لها ايه دايريكش عملت يا مستر دخلت قوان اكسيريش عوضت مكان V finish والتايم والاكسيريش بس كده ممكن كنت اعمل shift solve وطلع بثانية بس انا مشيتها معاك ماس واحدة بواحدة وليه 6 بالمالتيبراي عكس الاشارة وال25 باكسر شايب قبل بلاس كان بما ينس طوح بلاس تلعت مايه 7 meter per second في اتجاه مين يا مستر النورس ليه لان ايه بوستف تبقى الاجاب تاعتي 7 meter per second في اتجاه نورس ليه مستر علشان هي بالبوستف طيب خشتا على سؤال البعد the opposite graph represents the relation between the displacement with time حل of two boys A and B which of the following statement is correct the average velocity of A is larger than the average velocity of B اوستشوف the average velocity بتاعت A والB تعال بينا نشوف كده مع بعض الحتة دي هل average A اكبر من B ولا لا تعال average velocity بتاعت A بتساوي total displacement على A total time total displacement بتاعت A كان before يا مستر والtime بتاعت كامي مستر هو وسل ام بتاعت يا مستر التوتال بتاعته مثلا وسل يا مستر كده عن الفترة بتاعت 10 ينور تاعت من كده اخد 10 seconds before 10 تطلع average velocity 0.4 meter per second طب الـ average velocity بتاعت B بتاخد total displacement على total time بتاعته تمام ثرة displacement بعد بـ 4 والtime بتاعته كان بـ 8 4 على 8 تطلع 0.5 meter per second فهو اصلا كده average velocity بتاع B اكبر من average velocity بتاعت A فالاجابة بتاعت D غرط A مش اكبر من B طيب السؤال الاجابة اللي بعديها او الاختيار اللي بعضه يا مستر بيقول يا مستر ان B moves with non uniform velocity هل الـ B دا ماشي بـ non uniform velocity لا دا state line اهو ولا state line معنى انه ماشي بـ uniform يبقى الـ B غرط طب A moves with uniform velocity طب اي دا curve اي دا curve يا مستر يبقى دا اللي non uniform هو بيقول لـ uniform غرط طب مفيش اجابة بقى غير دي اصلا بس تعال بي نشوف هل الـ A will be met عند الـ time بالـ 3 second دا 2 دا 4 يبقى دا اللي سريهو هل هم اتقابلوا ايه مستر اتقابلهم اتقابلوا مع بعض عند الـ 3 second صح سؤال ممكن تكون تجيوا بالنظر بس انا وضحتعك 1x1 خش عا سؤال لبعض يا مستر بيقولك A child is moving in a straight line as shown in the opposite figure If the child takes 20 seconds to move from point Q to point R ماشي من الـ point Q للـ point R يا مستر اخذ 20 seconds مدلنا الـ time بكام بـ 20 seconds طب هو المسافة من هنا هنا كام من عندي 2 للـ 12 المسافة كام المسافة يا مستر بتاعتي بتـ 10 اصلا بتعملها ازاي 12-2 هو كلا عن الـ 2 ومش لحد الـ 12 يا مستر يبقى تعمل 12 مايستوي يبقى الـ distance بكام بـ 10 متر عاوز average velocity تاخد total displacement على total time total displacement بـ 10 والـ total time بـ 20 تبقى الـ 10 عا 20 تطلع بكام 0.5 متر بسك هامل عاوز كاكرة تطلع معاكت تمام كده يا معلم ماشي يا مستر خش على اللي بعض استرى اللي بعضو هن بيقولك The velocity time graph describe the motion of a car The time in which the car is at rest The car is at rest معنى ان الـ velocity بتاتي بزيو معنى انهم بتحركش At rest معنى ما بتحركش الـ velocity بزيو طب فين هنا مدينى الـ velocity و time طب فين ان الـ velocity بزيرو اهو ده الـ velocity بزيرو هنا هي ده الزيرو هو يبقى لما يكون هنا عنده 0 طب وعنده 0 فين بالزبط كده كده ركز معي هنا مش عنده 0 وده مش عنده 0 وده مش عنده 0 وعنده 0 هنا هو ما بين الـ X و Y يبقى في الفترة X و Y طب الاجابة مع Mr. A D دي سهله برضو حلوه السؤال ده وش علي بعضه يا Mr. Which case of the following cases is impossible to happen مين مستحيل تحصل طب تعال بيا نشوف ونجرب الاختراق A body is moving with a velocity to the east ينو مش بـ velocity to the east تمام ده الاستو ويه الاكسيريشن يا Mr. to the west عادي جدا اكسيريشن ممكن يبقى في opposite direction هو كده يا Mr. فيلوستي بتاتي تقل عادي دي ممكن تحصل عادي تمام A body is moving with a velocity to the east والاكسيريشن to the east يعني هو Mr. فيلوستي to the east والاكسيريشن برضو to the east طب ما كده يا Mr. عندي الاكسيريشن بالبوستيب والسرعة بتزيد والدنيا عادي برضو طيب A body is moving with variable velocity وconcent acceleration صح يا Mr. ما عندي يا Mr. لو الفلوستي بتاعتي بتتغير يعني الفلوستي بتاعتي بتتغير يعني مسلا ايه الفلوستي مسلا انا بتتغير اهي تمام ممكن فعلا يا Mr. يمشي بconcent acceleration ده كده بالنقرأي V والتي هو بيتغير الفلوستي كده بتتغير مع time طب بتاع نقرأ graph V على T تديمين acceleration طيب وده بوستيب صح ايشنو بيزيد طب و state line P uniform مع النوع uniform بوستيب اكسيشن يعني معنى ان الاكسيريشن بالبوستيب وينيفورم يعني ثابت يبقى ده ممكن يحصل طيب A body is moving with constant velocity و variable acceleration لا طبعا لو انا ماشي يا Mr. بconcent velocity يبقى الاكسيريشن بزيرو تمام؟ ولو ما خدتش بقى انت لتاخد الزيرو خلي بالك بقى ليه Mr. variable acceleration ليه constant velocity الاكسيشن بزيرو لان اكسيشن اصلا يا حبيب قلبي بيساوي ايه؟ بيساوي change in velocity معنى الفلوستي عندك كونستاند يبقى كلا مفيش اكسيشن من اصلا تمام؟ طيب خش على السؤال لبعض number 8 The graph represents the relation between the velocity of a body and time From the graph It is clear that the body moves with acceleration طبعا هو ماشي بnegative acceleration لان هو نازل تحت فرشتوا البوست في كده كده من البداي طب بتاع نحسيبه مش اكسيشن بيساوي v-final minus v-initial على time v-final سلاب كام 0 و v-initial اللي هو بدأ من عنده بكام ب30 طب و time من الزيرو حد ال 15 هو كده ماشي دي يا مستار ماشي يا مستار ما الزيرو ال 50 بقى ماشي 15 seconds تبقى تعمل negative 30 على 50 على الكالكريتر بتاعك تطلع بكام يا مستار او تدخل ديا الكالكريتر بتاعك عطوه تطلع بكام negative 2 meter per second square اهو اختيار number b هو الصح هو جميل جدا طيب خل شبه كده اسأل لبعد a car start is motion from the rest ماشي بدأ الموشن بتاعتي من الرست until it reaches it reaches the velocity v يعني كانت v-initial بكام بزيرو ثم وصلت in v يا مستار الفلسطي بتاعتي v-final بتاعتي بعد v حل ثم it deserates until it comes to rest تاني بقى كده مكملة تاني لحد ما الفلسطي بتتي وصلت لكام للزيرو يعني مسلا بدأ ما تسمي دي v-final سمي دي مسلا v-1 او بدأ بزيرو بكا وسل للv وبكا وسل للزيرو after that it moves in the opposite direction بعد كده مشي في opposite direction until its top point where the velocity changes by the same way as in the first interval يعني برضو مشي رجع تاني النور ورجع تاني ان الصورة تتبقى v وبكا الصورة تتعتي رجع تزيرو فأني من الجرافز دي اللي توضح الكلام دوت بص كده معي بص كده معي يركز بقى او في الحتة دي هو انا طبعا عاوز ان الفلسطي بتاعتي حتتشينج ومعنا الفلسطي بتاعتي هتشينج فأكيد يا مستر هاشتو بالجراف ده لان ده جراف ستيت لاين هيوضح ان الفلسطي تاعتي كونستر طيب هو كان بدق بv initial بزيرو كان بدق بv initial يا مستر بزيرو وبعد كده زادت ووصلت للزيرو تاني وبعد كده مشيت في عكس الـ direction خلي بالك مين اللي مشي في عكس الـ direction يا حبيب قلبي اللي مشي في عكس الـ direction هو الـ v مشي الـ displacement الـ displacement الـ displacement ممشيش في عكس الـ direction كده ممشيش بالـ negative كده لا يا حبيبي هو كان بدق طبعا بـ displacement zero كان واقف في مكانه الـ displacement تاعتي بزيرو بعد كده يا مستر كده يا مستر كده يا مستر حصل عندي non uniform boost velocity حلو بعد كده يا مستر هو سبت كده سبت كده فتح بعد عندي zero صح كده عدل حتة دي الـ v بعد كده سابت zero بعد كده الـ velocity قلت صح تمام velocity فضلت النية ده فلوستي بزيرو أسف بل كده فلوستي بقت بـ v لحد ما قلت بقت بالـ a بالزيرو تاني هنا فالجراف سي ده هو الوحيد النافع معي ليه مش ده و ليه مش ده لان حبيبي الـ displacement ما بدأتش بقيه معينه وبقى بالـ negative الـ displacement نفسها ما بدأتش بالـ minus أم المين اللي بقى بالـ minus الـ velocity فانت يا مستر الـ displacement هتفضل بالـ boost الجراف الوحيده يدل على كده هو هو كان هي ومستر هنا ماشي لو تعالنا اعملها من البراكل هو كانت الـ velocity بـ 0 الـ velocity بـ 0 يعني معنى الـ displacement و الـ time بـ 0 هم تمام حلو كمان بدأت منـ 0 جميل يبقى اول حاجة يا مستر لو هو بدأت منـ 0 يبقى ده لسه كان معي ده كان معي ده مش معي ده مش معي طيب ليه ده مش معي لان ده معنى الـ velocity سبتة غلط ده عشن الـ displacement مش بدأت منـ 0 غلط طيب ده وده شغالين هم طيب بعد كده يا مستر الـ velocity بقت بـ v الـ velocity فضلت تزيد لحد ما بقى بـ v فطبعا لازي يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك الـ velocity بتزيد الـ velocity بتزيد كده تمام؟ الجراف اللي انت شايفه قدامك ده ده الجراف الـ set face ده معنى الـ velocity بتقل لأصل غلط طيب الـ velocity بتزيد لحد موست للـ v بعد كده بقى 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 ان هو يتحول نفسه set face لحد موست ان كده يا مستر كده يتبقى لو انت ماشي كده يبقى انت عندك الـ velocity بزيره بس هو مشيش كده كتير هو يدوبا كويس ان الـ velocity بقى بزيره بقى رجع تاني نازل كده تاني ان الـ velocity بتاعتك بتفضل ايه؟ توصل لحد ما توصل للـ v يا مستر بس في العكس الـ direction بالـ negative تمام؟ لحد بعد كده ما الـ v initial بدأ بتاعتك ان هو يوصل للـ 0 و ساعته هو كان بادئ الـ graph من عند الـ 0 راجع لحد الـ 0 يبقى هو ما عملش اي displacement وكده يا مستر الجراف بتاعته يكون هو ده الـ graph الاصحي بتاعي طيب نبدأ بعد كده ندخل على السؤال اللي بعده هنا In the opposite figure the train moves with uniform velocity 40 meter per second تمام؟ ماشي بـ uniform velocity يعني الـ velocity بتاعتي سبتة تمام؟ and take 6 seconds to passing the standing man فاللنسح بتاع الـ train اللنسح بتاع الـ train يعني هو عاوز الـ distance مديني velocity ونعرفي الـ velocity equal displacement هالتايم صح؟ هو عاوز الـ displacement أو distance أو طول التراين عندما عاوز الـ d يعني من الاخ طول يعني يعني بتسوي ايه يا مستر velocity فيهـ time هلو مدي الـ velocity ومدي الـ time ايه يا مستر يبقى كده اعمل 40x6 seconds تطلب ماي 240 متر فتطلب إقابة بتاعتي ايه يا مستر ايه C 240 متر طب يالا اخشها سألها بعد A car covered a distance 20 km in the west ماشي تعاني نرسم بقى The north, the south, the east, the west هو ماشي to the west يعني مستقدي 20 km تمام فأدي في 0.5 hour حل Then it changed its direction To cover 20 km to the east يعني رجعتها نفس المكان اللي بدأ من عنده ماشي 20 km to the east في time at the day 0.5 hour So the average speed Speed يا مستر وخلي بال Average speed يا بتساوي total distance على time يعني total distance ماشي 20 ورجع 20 يا مستر بتعمل 20 plus 20 Total distance became 20 plus 20 والtotal time became 0.5 plus 0.5 تطلع مستعك كالكيتو عطول دي 40 على 1 يعني تطلع 40 km per hour دا l-average speed عايف لو كان طاب منك average velocity سيتا كنت تقول بـ 0 لو طاب منك average velocity فانتا اول مش اول ما ييجي في دماغك ادا مش من point ورجع ال starting pointي بالdisplacement بـ 0 مين انا كنا اعوز displacement من اصله امش اعوز displacement انا اعوز distance على time distance على time مش نعوز speed عايف لو كان اعوز average velocity كتطلع بـ 0 ليه لاني الـ average velocity كنت تعمل displacement على time والdisplacement كي كده تم start point قد ان point بـ 0 انما distance دا طيله مش عاليه بجد مش 20 رايح و20 راجه يبقى مش يقام 40 نص ساعة رايح نص ساعة راجه يبقى كده مش ساعة فتعمل 40 على 1 تطلع 40 km per hour دا l-average speed لو عاوز average velocity هيلي كان تبقى بـ 0 خلي بالك وصح صح كده طيب خش عاك question number 12 if a body starts a motion from the rest بدأ الموشن from the rest يعني v-initial بـ 0 ماشي بـ uniform accession و احنا اتفقنا لو انا ماشي بـ uniform accession ممكن استطيع انقوون v-average low v-finial plus v-initial على 2 in a straight line where its average velocity during 2 seconds became by 3 meter per second يعني ما يديني average في خلال سنتين by 3 meter per second عاوز ال-average في خلال 5 ثواني بكام طب بص بقى واحدة واحدة قلتاك الاسلوب بتاع التفكير بتاعك لما يديك ال-average دايما نجيب ال-v-finial ومنها هجيب ال-acceleration وباكده بقى شوفها تعمل ايه طبعا المسألة دي طويلة نعارف بس ركز معي و هتفهمها كويس قوي بص كده ايه هو ماشي يا مستر بيني فهم اكسيريش حلو ايه من حق استطيع نخلون v-average اللي هو بيسير v-finial plus v-initial على 2 بص بقى ال-average هو ميدالك بكام ب-3 meter per second ده ال-average في خلال قدي يا مستر في خلال 2 ثواني مش هستغرب حاجة طيب ال-v-initial بكام ب-0 طيب ويا مستر ال-v-finial بكام ده نعوز انها كام طلع لل-v ان 3 equal v-finial على 2 نص v-finial بكام ب-3 تبقى ال-v-finial بكام ب-2 في 3 تبقى ب-6 وانا كنت قلتلك قبلي كده ملحوظة في الفيديو بتاع classwork وفي الفيديو بتاع homo بتاع session number 7 قلتلك احنا عندنا لو هو بدء الموشن from the rest بيونيفورم اكسيريشن فال-v-finial على طول عند القانون ذهبي بيسوي double ال-average بمين ال-average ب-3 بقال v-finial بكان ب-6 طيب جبت v-finial انا كده عافو اجيب من ال-accession حبيب قلبي accession equal v-finial minus v-initial على time ال-finial بكان ب-6 هو كان بدء الموشن from the rest لان v-initial ب-0 طيب وال-time هو قال لي في خلال 2 seconds احنا لسه في الاول لسه في فترة 2 seconds طيب بتطلع accession معي بكان mister 6 على 2 تطلع 3 meter per second square حلو طيب كده خلصنا اول فعاوز ال-average mister في خلال 5 سوائن طب ماناش نجيب ال-average انا كده عارف معي v-initial ومعي 2 بس ماش v-finial يا mister v-finial يا حبيب ال-v-finial دي بتاعت ايه بتاعت time بالسانيتين لسه تجيب v-finial بتاعت time بتاعت 5 ثوان يا اس فتبقى v-finial mister بكام اهو من المسلس تلك جميل انا ارتك v-finial ممكن تسوي e t مش change in velocity equal او change velocity time صح او من هنا على طول ممكن تجيبها على طول فتبقى change velocity بس كد اقبالك مرتين change velocity يا مستر من هنا equal acceleration في time وانتغف change velocity ليه v-finial minus v-finial equal f-t ده change velocity بتسوي كده وانتغف ان v-finial بكام بزيو تبقى v-finial b-f-t على طول دي طريقة من المسلس على الطريقة التانية يا مستر لو انا مش عاوز من المسلس ايه الطريقة التانية من القانون ده شايف ده ترى وذيك مش ال-accession equal v-finial minus v-nisha t v-nisha بكام بزيو تبقى v-finial على t لو انا عز يجيب v-finial تبقى اعمل ود t بمالتيبلاي فتبقى v-finial equal a-t هلو الكلام المهم وصلنا ان ال-v-finial بكام b-a-t يلا نعرف نستخدمها يلا مست انا جبت ال-accession بص كمان اشن تبقى واضحة حتى معاك axelation في time axelation بتاعتي بكام بسري time بتاعتي بكام هو اللي دوت نعوز time في خلال 5 seconds فتطلع v-finial 15 meter per second هو دي تفرق ايه عن 6 meter ال-15 دي 6 meter per second دي دي يا مستر في time قد ايه بتايم ب5 second يا مستر تمام دي time 2 second دي time 5 seconds حلو حلو طيب خش علي بعضه هلا هو طيب مني ال-v-finial عشنا اخترها 15 لا هو طيب مني average velocity طيب ما average velocity يا مستر بتساوي v-finial plus v-initial على 2 v-finial نسا جابها انت بكام meter per second تمام تب الاجابة بتاعتي 7.5 meter per second تعفتح الكيتو اشنا وليك الشاشة دي كلها لبعض توليك المساء كلها لبعض عمل يا مستر او حتى يا مستر اقرب هارك 15 على 2 تطلع 7.5 انت مصدقني كده ماشي بص عملت اول حاجة استغلق هون average عشنا طلع منه v-final طلعت v-final بكام ب6 second عند ايه مستر عند time ب2 يعني لما time كان لسه ب2 طلعت v-average v-final ب6 استخدم ده استخدم v-final هو كده v-initial ب0 time ب2 طلعت منه اكسرش 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 تعت uniform مني سبتة ما بتتغيرش فاجبت بقى كده v-final جديدة لعند 5 second عملت اكسرش في time 3 minus 3 5 became 15 طلعت v-final عن الكتب معي v-final عند 5 second و v-nish ب0 و 2 d موجه في قانون فعمل 15 plus 0 2 تطلع 7.5 فتطلع الإجابة معي من d خش يا مسط على السؤال لبعد The opposite tape figure Describe the motion of an object in a straight line حل which of the front graphs present the ratio between velocity and time or miss here كل مسافات الدبعض و احنا اتفقنا لو مسافات الدبعض حتى من فيديو بتال homework لو مسافات الدبعض يبقى velocity بتاعت constant و من الجراف اللي بيعبع velocity constant اهو ده velocity constant ده مستر بين راء حاكتين constant velocity فده الجراف ده سعب بنقرار نوع zero acceleration بنقرار زي zero acceleration يا مستر v على t و جراف فلا لل مين لل x x سي فده مين يا مستر zero acceleration تمام طيب تعب ندخل على السؤال البعض a body is moving in a straight line with uniform velocity v to cover distance d ايوة مسال average اللي كان فيها حاجة نقصة الفي الاوانية v يعني 1v طيب والdistance الاوانية بd يعني 1d طيب بعد كده مشي بفلوستية 2v ومشي distance d 2d تمام انت نقصك من اشتجيب الـ average velocity كنت تعمل d1 plus d2 او total displacement على total time ايو كنت تلاقي time not given كنت فاكر كنت تجيب time not given ازاي ايو مست velocity equal displacement على time لو نقص time كنت باخو كل time اعوض عنه d على v ف t1 هتبقى d1 على v 1 طب والt2 يمست كنت بشير وحط d2 على v2 ماشي يلا بينا نشتغل مع بعض يلا نقص ذكرية d1 plus d2 t1 هتشير وتحط مكانها d1 على v1 d اللي هو 1 والd2 هتبقى 2d ليه 2 طب بتاحت بقى d1 بيكام ب1 والv1 بيكام ب1 طب يلا d2 بكام ب2 والv2 بكام ب2 يلي 2 على 2 طال لعلك الكالكيتور وحسب يلا بينا نشتغل مع بعض الكالكيتور بتاع اثنان جميلة 1 plus 2 على مست ايه على 1 على 1 بلاس تو على تو تطلع ماي في اخر بكام بسيعة تو او دوس اس دي عندك عالكالكيليتور تطلع معك وان بوينت فايف وان بوينت فايف فيا لشن الفيديو احنا ايه كنا نشير لنا رموز واحنا بنشتغل ينفى مسلا نشير رموز واحنا بنشتغل اه اسهل لي وانا بشتغل لانا افوكيني من الرموز تمام افوكيني من السيمبلز واشتغل بالاركام وفي الاخر احط اللي ايه الرمز اللي نفسه فيه وخلاص ليه علشاني بأسهل معي وانا بشتغل على الكالكريتور فاشها جالت لأ خش على السؤال لي بعضه وده اسقال جامد جدا 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 وركز معي محتاجين ايه حسك الامني يشتغل بيولك after steering a car from a garage فيه حرامي سرق عربية من الجاراج وعاوز يجري يهرب برا تمام towards the garage door trying to escape with uniform velocity ماشي بسرعة ومديد distance يعني مديني للحرامي بتاعي الحرامي اللي هو السيف بتاعي مديني فيلوستي بتاعته ب12 متر بساكت ومديني distance اللي مفتوضة عبيت يمشي عشان يهرب ب60 متر بس وليك بس للأسف يا مستر اني الحرامي اللي لما جيسر عبي السيكيوريتي جاردي شافه but pressed on the switch to close the door that start falling down وبقى مديني بقى ايه اني عندي باب بتاع جاراج الدور الباب اللي بيقفل الباب بتاع الجاراج اللي هو هو راجب يدوس عزرار فتلاقي باب ينزل عايز فيه محلات كده لما انت اتوح محلات مثلا كبيرة مثلا زي بيتك ورايا والحاجات دي والمحلات فان اللي هي بتبقى صار فعيني جامد قوي فتلاقي ايه عندها هتلاقي اني عندها الباب بتاع المحل بينزل كده بيدوس عزرار وبتنزل اوتوماتيك فودافون وتسارات وورنج كله دول نفس الحكاية بيدوس عزرار تلاقي باب بينزل بس الباب بينزل بطيء على مهله تمام الفلوستي بزيرو بوينتو ميتر بسكند والارتفاع بتاع الباب بتاعي تو ميتر ارتفاع الباب كله كان بتو ميتر فبيقول لك بقى لو كانت ارتفاع عربية لو كان ارتفاع عربية الهايب بتاع عبية وان بوينت فور ميتر تفتكر الحام هيا فيه رب ولا تب تخمين منك انت كده تفتكر انت في المسألة دي الحرامي عيفي الصعبين ومشافي الصعبين بص انا تخمين انا بعوني الله انه مشافي الصعبين طيب فهو بيسالك وولهي ساكسيتو اسكيب واكسبلينيور انسر ماثيماتيكالي يعني ايه يعني وريني شوية ماس وانت بتحسب مش تخمن تقول على الله هي هيهرب مش هيهرب مش على الله كده وخلاص لا احسبها لي بالماس طب يمس تحسبها لك ازاي عفمنين انا حرامي هيي الصعبين وهياف ومش هيعف يام انت بتفهم فيزيكسي بتفهم بعد تشوف المشاكل ازاي دي بص انت تفكر في الدي في الTIME الفكرة كلها مار حرامي الوقت هل حيلحق يهرب ولي مش هيلحق يبقى تجيب الTIME هنا وتجيب الTIME هنا وتشوف الدنيا بص الTIME اللي اخدو يا ميستر هنا يا ميستر بتاوي حرامي اني الTIME بتاوي حرامي بتاع السيف تجيب الTIME ازاي ما انا عارف يا ميستر المثلس بتاعك جميل لو انا عاوز الـ velocity equal على التايم, التايم بتايه دايما بيساوي ايه, التايم بتايه بيساوي �000 على الفي طب رايحوزي التايمabe يا مستر bajo. تايم فى تي مناطه ماشى? عاشان دور نحتاجه من النهอد. فى الفكرة دى يعني. دلوق Tenemos معاليhalo اصلا مش النطما. طب ما التايم كده اييي? business عال잡ه كده. تمام التايم اللي انا عاوزه ده. ايقوال لو خبيته كده بايه دي كده خبيته على زينا هو equal to cz על ar posting iv. طب اي مستر بتايم الحرامي اللي هو ال distance ال A60 على ال velocity ال A12 فيطلع ال time اللي حاجة محتاجه عشن يهرب 5 ثواني فإحنا عوزين نشوف بقى الباب في خلال الخامس سنين ده حياة في يقفل ومش حياة في يقفل فإحنا عوزين نشوف المسافة اللي يمشيها الباب يعني ال distance اللي يمشيها الباب الدور بتاعي ال distance بتاعتي بتجيب زي velocity في time يبقى تعمل V في T V في T بتاعتي الباب V في 0.2 وال time بتاعي الخامس سواني يبقى هو مشي one meter وارتفاع الباب كلاته كان two meter فاللي بقى open يعني لو الارتفاع كله الدور total by two meter تمام واللي تقفل من الدور one meter كده للمسافة اللي مشيها دور one meter يبقى اللي تبقى من الدور one meter بس وارتفاعة عربية one point four يعني كده عربية مش هتعرف تعدي من one meter ليه الباب قفل متر فاللي تبقى وهو ارتفاع الباب كلتو مترين صح لما الدور مشي متر يبقى من المترين المفتوحة ديه متر واحد بس ارتفاع العربية متر point four one point four meter فكده للأسف العربية مش هينفع نها تتسرق السيكوريتي جاد لحي العربية وحبس الحرامي كده فالاجابة طبعا انو الحرامي مش هيعرفي اسكيب اكسب ليه قدت هلكهو للأسف ان الباب قفل حرامي ومش هافي صعبي طيب نخش يا مستر على السؤال اللي بعضه when does the instantaneous velocity at an instant get equal to the average velocity امتى ال instantaneous velocity equal to the average velocity ده بشرط واحد لو انت ماشي ب uniform velocity تمام كده تمام يعني لو انا ماشي ب uniform velocity بتلاقي instantaneous at the average في اي وقت طيب وبكده سنقول ان نكون الحمدلله خلصنا revision بتاعتنا على chapter one من unit two اشوفكم ان شاء الله في فيديو اي جاي كتير باي باي